الله وبركاته. النهاردة ان شاء الله هنبدأ نتكلم على قوائم بتاعة برنامج الملتسم. هركز على ثلاث قوائم اللي هي فايل وي place وي اول قائمة اللي هي فايل اول حاجة فايل اللي هي لو دوست عليها هيطلب مني لو انا عايز افتح برنامج او برجكت جديد او ديزاين جديد فبقول لبلانكد فهقول له ايه هيبدأ يفتح لي ايه اه ديزاين فاضي فارغ اه انافس فيه الشغل اللي انا عاوني لو دوست على قائمة فايل وجيت على اوبن لو عندي انا عامله قبل كده باختاره ودوس ايه وبين يفتح لي الديزاين اللي انا ايه اخترت وقعد كده اوبن سامبلز اختار سامبل معين من اي قائمة من اي فولدر من الفولدرات اللي موجودة هقول له ايه وبين هيبدأ يفتح لي الايه السامبلز اللي موجودة وقدر اشغالها عادي وقول له ران وتشتغل معا ايه عادي خالص تمام بعد كده اه فيه وكلوز اول لو انا عاوز اقفل اه برجكت معين ودوس تكلوز هيبدأ يقفله اه كلوز اول هيقفل لي الايه الكل اه ارجع تاني من فايل اخش ميون وافتح ايه بلانكد كفام بعد كده سيف وسيف از لو عايز اصيف الايه البرنامج بتاعي في اه مكان معين طيب اه دي قاية مهمة جدا اما وبدوس عليها بيظهر لي المربع الحواري ده ودوس علي كوموننت بيظهر لي القوائم اللي فيها الايه المكونات كلها طبعا دي ات كل الايه كل العناصر اللي موجودة عندي زي ما انت شايف كده بالسهمة بتاع الماوز لو عايز حاجات محايدة نخش على قوائم عندي هو وبيزيك وضايد وترانزيسترو وهكذا كل حاجة من دول فيها مجموعة من العناصر اللي قدر ايه استخدمها بعد كده اللي قدر اعمل منه اهم شيء عندي اللي هو الايه الران لو دوست على الران يقدر ينفز للايه الشغل اللي انا عاوز ايه اا اعمله عاوزين نعمل برنامج بسيط كده اه عبارة عن اه الصورة هيات اللي نخدمها عادي نعمل اه ندخل دخل ايه سي امبوت خيمة امتين وعشرين فولت خمسين هرتز ونشوف الخارج بتاعه هنعمل دايرة اه اول حاجة هدخل ايه سي امبوت هدوس على بليس وبادوس على كومبوننت وهاختار السورسز وهاختار ايه سي اه باور وادوس ايه اوكي بعد كده هاختار الا اه اه قبل بس ما اختار هزبط الايه الجهد بتاعي لما ادوس عليه مرتين كده هتفتح المربع حواري هدوس عليه متى اكتب كده تقيمة امتين وعشرين والتردد بتاعي كام خمسين هرتز هدوس ايه? اوكي. بعد كده هدوس كومبوننت عاوز اختار الترانسفورمر هجيبه منين من قائمة اختار الترانسفورمر اختار اللي هو وان بي وان اس اوكي. هتلاك هتبلك كده عشرة اه الى واحد. ده الترانسفورمر خافض للجهد. عشرة الايه? الواحد. وهبدأ اوصل زي الصورة ما كانت ايه قدامنا? شوية. اسحب كده. وادوس. تمام? بعد كده محتاج احط ايه? ايه ضايد. خش على قيمة ضايد واختار ضايد. ودوس اوكيه. بعد كده عاوز اه اه المقاومة هدوسها من بيزيك هجيب الايه? اه هدوس ايه? اوكي. هبدأ كل اللي هعمله ان انا هلف المقاومة ديت مع قريب الساعة تسعين درجة. عشان ابدأ ايه? اعرف اوصل. بيتضايد زي ما اتدار ايه? بتاعتنا. طيب بعد كده هبدأ اعمل ايه? بعد كده هبدأ اجيب اللي هو او اهم شيء او اهم ميزة في البرنامج ده انه هو بيقدر يظهر لي مجهزة القياس في صورتها الحقيقية وبيقدر يخليك تتعامل مع جهزة القياس في صورتها الحقيقية. هاختار جهاز اسلسكوب. لو اخر واحد اللي هو زي ما الماوس كده مشاور. هدوس عليه. هدوس كمان مرة. هيزهر للايه? لو دست على الاسلسكوب. مرتين. هيزهر لشكل ايه? الحقيقية. هدوس على زران الباور هيفتح للايه? الجهاز. طب الاسلسكوب ده مكون من ايه? مكون من اربعة ايه? طبعا العبارة عن يعني بتحكم في الجهد. طيب وعندي ادي تشانيل وان. ادي تشانيل تو. ادي تشانيل سري. ادي تشانيل ايه? فور. وعندي الجزء الخاص بمين? بالطايم. ان احنا زي ما كلمنا قبل كده على الاسلسكوب قلنا علاقة ايه? بايه? بطايم. طيب هبدأ اوصل الدخل اوصل عندي هنا لو جيت بصيت على شكل الاسلسكوب هتلاقي عندك جي. جي ده اللي هو الايه? الارضي. هوصله بمين? بالايه? بالارضي. شدي كده واسحب. انا وصلت الايه? بالارضي. هوصل تشانيل وان بالايه? في الدخل اللي عود. وابدأ ايه? اعمل رن. لما اجا اعمل رن. هدوس كده هلاقي الاشارة اللي ايه? طبعا انا مش شايف شكل الاشارة. فهبدأ اعمل ايه? ابدأ يا ام قال للجهد يا ام ايه? ازغر الجهد. بس انا عندي الجهد هنا واحد فلت. فانا مش شايف الايه? الاشارة. يعني الجهد هنا قليل. طب ابدأ اعليه. دوس بقى ايه? ناحية اليمين كده مع قرب الساعة. الجهد هي ايه? هيزيد. ايه? يعطي لعنك زرار فوق كده شايف الايد ديت. ادوس عليها. طيب ده الجهد اللي هو الايه? عند المربع اللي عندي او مربع ويه تقريبا يمثل ايه? يمثل ميت ايه? ميت فولت. لو دوس تران هيبدأ ايه? يشغل لايه? الايه? الاشارة اللي عندي. طيب. الطايم هنا عندي كام اتنين ميلي سكند. هدوس سنجل واقف كده. بعد اشوف بقى شكل الخارج. الشكل الخارج اللي عندي هوصل. طبعا هوقف. هوصل عندي بالايه? بالخارج. واعمل ران اشترات. هبدأ اعمل من هنا. وازهر لما جيت عشان ازهر مرتين على ايه? على الزوار بتاع ايه? طيب عايز ايه اه ازهر الاشارة. هفصل بس الاول كده. وهعمل ايه? هوقف وهبدأ اوقف الايه? في الجهد والايه? والتردد بحيس ان انا ايه? ازهر شكل الاشارة اللي عندي. طيب هدوس ران تاني. وهبدأ ايه? عايز ازهر بس الايه? الشكل الايه? ازود الجهد. ههو؟ اعمل ايه? طب. تمام? هبدأ اعرض ايه? اصبحت شكل ايه? اشار عندي ايه? اعمل ران عشانت ايه? اي شكل الاشارة اهي بانت عنديات واعمل ايه? كل انا عملته ايه? زبطت الطايم مع الايه? مع الجهد عشان قيمت الايه? الاشارة ايه? اكتباه. او لو لاحظت حكذا تلاقي عندك المربع الواحد ميت ايه? ميت فولت تقريبا. مربع ايه? اه مربع هنا ميت فولت تقريبا. وهنا عشرين يعني الزرار واقف هنا بتاع على ميت فولت. وهنا على كام عشرين فولت. والطايم واقف على خمسة ميلي ساكن. الفكرة في ايه? الفكرة ان انا عايز اعمل اه يعني ايه? يعني في حالة جزء الموجة. الموجة هيعدي لي ايه? اشارة. في حالة جزء الموجة السالب هيعدي لي ايه? مش هيعدي لي ايه? الجزء السالب. لو جينا ازهرنا بس وقفنا تشانل وان هتطلع بالايه? بالشكل ده. مع تشانل وان اهي. ده كان مثال بسيط لاستخدام جهاز السلسكوب مع مين? مع القياس يعني. ده نقيس بدايرة معينة. ان شاء الله في امثلة تانية هنبدأ نشرحها تباعا. ان شاء الله في المرات القادمة بازن الله. اه هو برنامج كويس ويتقدر تستفيد منه في اه موضوع اجهزة القياس وبيخليك تقدر تشتغل على اجهزة الايه? القياس. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة